اللهم صلى على النبي نخش على اللي بعده ولا اللي كده تعشت حاله المنسف خلصنا منه تعالوا نعمل صلطة الصلطة دي مشهورة جدا في المطابخ العربية والمطابخ الغربية اسمها الروس صلاط مقادرها في متناول الجميع بطاطس مسلوعة جزر مسلوء بسلة بعدونس مايونيز وشوية ملح وشوية فلفل دي الصلطة اللي احنا كلنا عارفنا حالوا الكلام تعالوا نعملها مع بعض سريعا اللهم صلى على النبيح تقدم معها خاص كابوتشا خاص بلدي حسب الرغبة اللهم صلى على النبيح وبيض مسلوء طبعا ده اساسي اهو المقادر ايه طبعا الصلطة دي بقى لما تتعامل في المطاعم بتتعامل بالأوردر يعني على كارت يعني بالطلب على كارت يعني بالطلب بيبقى الخدار مسلوء مع الشيف بيحط عليه شوية المايونيز وشوية البقدونس على الوش جرنش ونص بيضة تدفع فيها مبلغ وقدره الشيف المغاز عملها لكاية وعمل جات يكف العيلة واصحاب العيلة وحبايب العيلة وربنا يخللنا العيلة اللهم اصلى عنا فينا الخدار اهو نجيب بولا كده ونقلبه مع بعضه بسم الله الرحمن الرحيم قاعد البطاطس مسلوء انا باعشق البطاطس المسلوء بالقشرة بتاعتها وزي ما قلت لحضراتكم سالق البطاطس بالقشرة يعني بحفز على الكاربادرات اللي موجودة فيها والنشويات اللي موجودة فيها والطعم بتاعها المشكلة في انك تقشر بطاطس وتسليح تبقى كده مش بتتفرج على الشيف المغازي خلي بالك البد المسلوء اهو البد المسلوء بالشكل ده كده عنوان الروس صلاط بالشكل ده كده اهو يعني صلاطة فيها بروتين فيها نشويات فيها كاربادرات فيها فيتامين سي مش محتاجة يعني لما فيش المنسة فيها كافلة في النهاية تكون على الصفرة وجبة عشاء ووجبة غدا عادي اهو مع صحنة بطيخ وتعشت خلي بالك يعني اه فيها التفاصيل كلها دي خلاص كده تمام موسيقى موسيقى موسيقى